يخشى نازحون يقيمون في مخيمات بائسة في شمال غرب سوريا من أن يؤدي حق النقد الذي استخدمته روسيا لأحباط تمديد العمل بآلية إدخال المساعدات عبر الحدود لمدة تسعة أشهر إلى إعاقة وصول مواد غذائية وإغاثية يحتاجونها بشدة والله المساعدات الضورية لليوم الشغل أعمال ما فيه شغل فأغلق تسعين بالمئة من الشمال بعازت هاي المساعدات وروسيا يعني فوما أنه هجرتنا وساعدت الطاغية بشار الأسد على قصف المدن وقرانا وبلادنا وهجرتنا لهون لا كمان عم تحاربنا سياسيا بلؤمة العيش بالمساعدات المساعدات إنسانية عم تحولها لسياسية تأخذ حق أدق الفيتو وفشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على تمديد آلية إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى جراء استخدام موسكو أبرز داعمي دمشق حق النقض لمنع صدور قرار يمدد العمل بهذه الآلية لتسعة أشهر والآلية التي انتهت مفاعلها الاثنين كانت تسمح بإصال مساعدات يستفيد منها مليونان وسبعمائة ألف شخص شهريا الشخص بدون مساعدات مستحيل أنه يستمر إذا عنده أطفال ولا لو ما عنده أطفال مستحيل يستمر ويشكل باب الهوى شريانا حيويا لدخول المساعدات إلى أكثر من أربعة مليهين شخص نصفهم تقريبا نازحون يعيشون في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى معارضة في إدلب ومحيطها ويحتاج هؤلاء وفق الأمم المتحدة إلى مساعدات إنسانية للاستمرار بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي وتفش الأمراض وفقر متزايد فاقمه زلزال ويهدد عدم تجديد الألية مصير المساعدات إلى مناطق في إدلب ومحيطها من دون أن يعني توقفها على المدى القريب مع تخزين الأمم المتحدة مساعدات في المنطقة من جهة واستمرار العمل بمعبرين آخرين سمحت دمشق بفتحهما إثر الزلزال ويستمر العمل بهما حتى منتصف آب أغسطس